واصل عدد من المصارف التجارية توزيع السيولة النقدية على زبائنها بأسقف سحب متفاوتة فيما امتنع عدد من المصارف الأخرى عن تقديم الخدمات بسبب بعض التعديلات على البنظومة الإلكترونية وأفاد مراسل 2018 في مدينة ترابلس بشروع مصرف الجمهورية جنزور الرئيسي بتوزيع السيولة النقدية بقيمة 5000 دينار فيما حدد مصرف الوحدة بفرعيه الرئيسي وجامع الصقع سقف السحب اليومي عند 1000 دينار وأضاف أن المصرف الليبي الإسلامي باشر بتوزيع السيولة عن طريق البطاقة الإلكترونية بصقف سحب عند 10,000 دينار وأكد على أن مصرف التجارة والتنمية امتنع عن تقديم السيولة النقدية لزبائنه بسبب وقف الإمداد من إدارة التوزيع بمصرف ليبيا المركزي دون توضيح الأسباب مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أعمال تطوير المنظومة الإلكترونية لمصرف الجمهورية ترابلس حالت دون توزيع السيولة هذا الأسبوع مراسل 2018 في مدينة ترابلس أضاف أن مصرف الوحدة عجز عن توفير السيولة دون توضيح الأسباب وراء ذلك لافتا إلى أن أغلب المصارف العاملة بمدينة ترابلس تعمل بنفس السقف من 1000 إلى 5000 دينار مع وجود ازدحام أمام مصرف الأمان بسبب إجراءة بطاقة الدولار لاستخدام الشخصي بقيمة 10,000 دينار فيما عدا مصرف الواحة والذي حدد سقف السحب بين 1000 إلى 50,000 دينار بسبب زيادة تدفق المالي نظير عمليات إداء الشركات النفطية من جهته كشف مراسل 2018 بمدينة راس ننوف عن مباشرة المصرف التجاري الوطني بتوزيع السيولة النقدية على زبائله بسقف 5000 دينار وأضاف أن مصرف الوحدة امتنع عن تقديم السيولة النقدية دون توضيح الأسباب وفي السياق ذاته كشف مراسل 2018 في مدينة الزنتان عن شروع مصرف الوحدة بتوزيع السيولة النقدية بسقف سحب 500 دينار يوميا وتأتي هذه الحركة النقدية في المصارف بالتزامن مع إعلان وزارة المالية صرف المرتبات الممولة من الخزانة العامة لحساب شهري نوفمبر وديسمبر 2021